تجمع الشباب الديمقراطي يطلق أياما تفكيرية بنواكشوت حول ما سماه الحوار الشامل والإصلاحات الدستورية حوار وإصلاح دستوري يقول رئيس تجمع الشباب الديمقراطي إن مرحلته القبلية تتطلب اعتماد خطاب سياسي ينبذ الفرقة ويسمو على الخلافات من خلال تجاوز سلبيات الماضي والتحضير لمرحلة جديدة إنما تعج به الساحة السياسية اليوم من مقارطات ومزايدات لا تقدم بأي شكل من الأشكال المشروع الإصلاح التوافقي الذي نطمح إليه كقوى شبابية مؤمنة بضرورة بناء الوطن يتسع للجميع ولذا دعونا وسندعو مجددا جميع الطيف السياسي خاصة أولئك الذين يدفعون باتجاه التصعيد والموقف النشاز أن ينظروا للنصف الممتلئ من الكأس وأن لا يؤلو الأمور تأويلات سلبية تزيد من شق الخلاف فمصالح الوطن أقلى من أن يزج بها في صراعات هامشية وقد تباينت وجهات نظر المشاركين في انطلاق الأيام التفكيرية بشأن موضوع الحوار حيث قال البعض إن موريتانيا بحاجة إلى حوار يجيب على ما سماها الأسئلة الكبرى المتعلقة بالوحدة الوطنية وبناء الديمقراطية والتناوب السلمي على السلطة هذا حوار بالحقيقة وهو المطلوب وهو يبني شعوب ونحن لنحتاجه نحتاجه بناء دول ما نحتاجه بناء أغرار ولا بناء أحزاب نحن مسؤولين عن هذا المجتمع الدكريا فيما يرى آخرون أن لا حاجة للبلاد إلى حوار سياسي وإنما إلى تفاهم وطني وبعده إصلاح دستوري ويدعو أصحاب هذا الطرح إلى توزيع عادل للثروة وإلى حماية الوحدة الوطنية للبلاد نحن اليوم لا نحتاج حوار سياسي أبدا حوار سياسي لا يدخل نهمتها ماتنا لا نخرج منها نحن نحتاج تفاهم وطني كل رقاج يطرح للي عنده يتحاور وحده إليه يخلقوا كتل إليه ينجمع من هذا قدر من هذا لدور الناس قاملة ونطرحوا حد إليه ساعة نتقدمه شرمه ويسمى الإصلاحات الدستورية والإصلاحات لأن هذه أمور تتعلق بأشخاص لا تتعلق بالوضع اليوم دعا تقود عندكم دولة لا بد أن تفكروا كشباب عن عندكم مشاكل كبيرة على رأسها لأن قالوا توزيع الثروة وكان الرئيس الموريتاني قد أعلن خلال خطاب ألقاه في الثالث من شهر مايو الجاري بمدينة النعمة عاصمة ولاية الحوض الشرقي عن إجراء حوار في غضون ثلاثة أو أربعة أسابيع وهو الحوار الذي قال المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة إنه غير معني به ما لم يقدم الرئيس الضمانات الكافية من أجل المشاركة فيه